اهلا بكم جميعا هنبدأ رحلتنا النهاردة مع الاطفال واول رحلة معنا النهاردة او الحلقة الاولى وهنتكلم عن الاطفال من الميلاد حتى 3 شهور ودي هتكون اول حلقة معنا وهنكمل باقي الحلقات وباقي الاعمار في حلقات تانية انا محمود جويش وانتو على قناة رحلات طربوية يلا بينا نبدأ رحلتنا الاطفال في العمر ده بيبدأ يستكشف العالم بتاعه من خلال الحواس بتاعته زي البصر والسمع والشم لان بيقدر في العمر ده يميز رحة الام وبيبدأ يسمع تقريبا في الاسبوع التاني بيبدأ يتبع الناس في العمر الثلاث شهور بيبدأ يتبع الاشخاص اللي بتبدأ تتحرك قدامه ويبدأ يتبعهم بعنيه بيميز او بينتبه للاصوات والالوان الزاهية كمان لو فيه ضوء مفاجئ او صوت مفاجئ بيبدأ ينتبه ليه عندي منعكس ان الطفل بيغمد عينيه لو شاف ضوء مفاجئ الطفل بيبدأ يستكشف جسمه ويبدأ نلاقي ان هو بيحرك رجليه بشكل اكبر وبيبدأ يتحرك اكتر في الفترة دي لما بنشيل الطفل بيبدأ يحاول ان هو يصلب راسه احيانا بدخله وبتقع منه بس بقدر المستطاع الطفل بيحاول ان هو يتحكم في راسه ويبدأ ان هو يرفعها بعد كده الطفل لو بيبكي والام شالته بيبدأ ان هو يهدى لما الام بتحمله او بتشيله فده من الحاجات الملاحظة عليه في العمر ده بيبدأ ينتبه للاسوات المحيطة وخصوصا صوت الام النوم بتاعه بيبدأ ينتظم في المرحلة دي وممكن يصل نومه الى ارباح ساعات ولو جينا نحسب اليوم بتاعه بشكل عام بينام كم ساعة فتقريبا بينام اربعتاشر ساعة في اليوم تبدأ الرضاعة عنده تنتظم وتبدأ ان هو يبدأ ياخد رضاعات بشكل منتظم في اوقات منتظمة وتبدأ الفترة بتاعت بين الرضاعة والبعض تنتظم تعالى بقى انا اقول لك شوية انا صائح ازاي ان انا انامي او احفز اللغة واخلي التواصل عندي ابني افضل هتلكوا بايت شاي بتاعتك وتعالى ولا اقول لك هات ورق او قلم وسجل ورايا النوتس بس لو الافضل ان احنا نبدأ نشغل ذاكرتنا شوية ونبدأ نركز اكتر ولو عايز تشوف حاجات خاصة بالتركيز اكتر والذاكرة فانت ممكن ترجع للفيديوهات الخاصة بالذاكرة السمعية والذاكرة البصرية والذاكرة البصرية ثلاث صور او ان انا ازاي ان انا اقدر انامي الزاكرة عند ابني يلا بينا مع بعض نكمل ونرجح تاني الموضوعنا وان احنا ازاي ان انا احفز اللغة او ان انا احفز طفلي ان هو يشتغل معايا فانا لازم احفز التواصل البصري عنده وخصوصا اثناء عملية الرضاعة تحفيز حواس الطفل وخصوصا حاسة اللمس من خلال ان انا ابدأ احرك ايديا والمسه بشكل جيد تحفيز البصر والرؤية عنده من خلال الالوان وخاصة اللون الابيض والاسود والاحمر وده من برنامج جلين دومين الرضاعة الطبيعية ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا ان انا لازم اركز عليها لان الرضاعة الطبيعية ده حاجة مفيدة جدا للطفل وبتمده بالمصادر الغنية من الفيتامينات ويفضل ان انا ابعد بقدر المصدر عن الرضاعة الصناعية ابدأ اهتم بجدول التحصينات والتطعيمات بتاعته واركز عليه جدا لان الصحة بتوفر له تطعيمات كتيرة جدا يبدأ بعد كده الطفل ان هو يبدأ يطلع اصوات فمحتاج ان انا احفزه ولاغي معاه وابدأ اقلده واتواصل معه بصريا عشان يبدأ يستمر معايا اكلمنا مع بعض عن انزاي ان انا احفز اللغة وازاي ان انا احفز طبلي عمر ثلاث شهور وايه الحاجات اللي مطلوبة منه اه طبعا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد على قناة رحلات تربوية وان شاء الله نشوفكو في الفيديو التاني اعرف طفلك